اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفندقي معنا ساعة جديدة من ساعات التعليم الفني ومعنا مدتنا مدة القواعد الامنية للصف الثالث السنوي الفندقي في الحلقة السابقة تكلمنا عن بعض الموضوعات في امادة القواعد الامنية واتكلمنا عن تأثير الخطر الناتج عن نشاط الارهابي على المنشئات الفندقية وقلنا انه هو طبعا بيدمر للمنشئات والممتلكات الفندقية بيقلل زيادة التدفق السياحي وبيقلل حركة السياحة طبعا للبلد اللي فيها ارهاب وبالتالي بتأثر معايا على حجم السياحة وبتأثر على الدخل القومي اتكلمنا كمان قلنا هروب رؤوس الاموال او اصحاب رؤوس الاموال لإقامة مشروعاتهم في البلد اللي فيها نشاط سياحي اتكلمنا المرة اللي فاتت كمان عن اهمية العمل الامني في المجال الفندقي والسياحي قلنا على النقيد من تأثير الارهاب هيكون في العمل الامني لما يكون بلد فيها امن ايه لا يحصل الحفاظ على المنشئات السياحية والفندقية كمشروع اقتصادي بيأمني انه زلاء والمتراضزين على الفندق بتاعي بيأمني العاملين الموجودين في الفندق بتزود حجم التدفق السياحي للبلد وبالتالي بتزود ده حركة السياحة وبالتالي بتزود الدخل القومي كمان اتكلمنا قلنا على جذب اصحاب رؤوس الاموال لإقامة مشروعاتهم في البلد اللي فيها امن كمان هتشجع السياحة الداخلية وبتشجع على اقامة المشروعات السياحية وإتاحة فرص للعمل اتكلمنا بعد كده كمان في الحلقة السابقة على تعريف الامن وقلت تعريف الامن ده مهم جدا لانه بيجي في الامتحان ويقول لي عرف في الامن طب عرفنا الامن بايه بانه هو مجموعة من الاجراءات والتعليمات اللي بتنظمها القوانين بتوضح للفرد ايه اللي مسموح بيه وإيه اللي مش مسموح انه هو يعمله اتكلمنا كمان وقلنا فيه سؤال بيجيلي في الامتحان وهي كيف يطبق الامن ازاي هيتطبق الامن انا عندي مدير امن في الفندق ومعاه مساعدين ومعاه مجموعة من عناصر الامن هم طبعا اللي بيكونوا مسؤولين عن تطبيق الامن في الفندق فلازم كمان يكون فيه تعاون مستمر ما بين مدير امن الفندق وما بين العناصر الامنية او الجهات الامنية اللي موجودة في الدولة واتفقنا مع بعض ان فيه جهاز شرطة اسمه جهاز شرطة تأمين السياحة وتأمين المناطق الاسرية والسياحية ولازم يكون في تعاون مستمر بين مدين أمن الفندق والجهات الأمنية في الدولة وخاصة لما يكون عندي شخصية VIP جي يالفندق بداية أو هيقيم عندي مؤتمر أو ابتماع مهم في الفندق بتاعي وقلنا إزاي هيطبق الأمن؟ قلنا الأمن هيطبق بطريقتين بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة ممكن يجي يسألني في الامتحان إيه الطريقة المباشرة اللي بيتطبق بها الأمن؟ بيتطبق بالطريقة المباشرة عن طريق مدير الأمن ومجموعة العناصر الامن اللي بيساعدوه بطريقة مباشرة ازاي بيتطبق الامن بطريقة غير مباشرة عن طريق جميع العاملين اللي موجودين في الفندق وقلت قبل كده في الحلقة اللي فاتت ان مشرفي الغرف هما بيكونوا مشرفي الغرف او مشرفي الادوار بيكونوا اكتر احتكاج بالغرف النزلاء وبالتالي لو لقوا اي شيء غريب اي موقف طارق اي شيء يدعي الاهتمام لازم على طول بيبلغوا مدير امن الفندق فلازم مدير امن الفندق دايما بيكون فيه علاقة طيبة وتعاون مستمرة من بين ادارة الامن وجميع الادارات الموجودة في الفندق علشان طبعا ينهضوا باسم الاي الفندق وبسمعة الاي الفندق اتكلمنا كمان في الحلقة السابقة عن المؤهلات والخصائص والمواصفات اللي لازم تتصف في عنصر الامن وقلنا انا عندي تلات مؤهلات لابد ان هي تتوفر في عنصر الامن مؤهلات شخصية مؤهلات اتصالية ومؤهلات ادارية ووظيفية واتكلمنا عن كل مؤهل منهم وقلنا المؤهلات الشخصية بيكون من 8 مؤهلات وقلت في الامتحان كمان انا لو جالي ايه قالي اتكلم عن المؤهلات الشخصية يبقى انا هاتكلمنا على 8 مؤهلات لو قالي من المؤهلات الشخصية كذا وكذا وكذا اشرح ذلك يبقى انا هاشرح لقيه النقاط اللي هو محدد هالي طيب إيه المؤهلات الشخصية اللي لازم تتوفر في عنصر الأمن هما 8 نقاط زي ما أنا قلت الإحساس العام حب الاستطلاع الموضوعية دقة الملاحظة التذكر القيادة الإحساس بالاهتمام بالآخرين وإيه كمان ممكن الكياسة والاتزين الكياسة والاتزين دي كده كانت المؤهلات الشخصية هم 8 نقاط طيب وشرحنا كل واحدة منهم معرفنا يعني إيه الكاسة والاتزان يعني إيه الإحساس العام يعني إيه الاهتمام بالآخرين يعني إيه القيادة يعني إيه التذكر طيب اتكلمنا بعد كده عن المؤهلات الاتصالية وقلنا المؤهلات الاتصالية لازم عنصر الأمن يتوفر عنده مؤهلات اتصالية علشان يقدر أنه هو يعبر عن وجهة نظره أو يقدر ينقل الموضوع اللي هو عايز ينقله أو يكتبه بشكل مرتب ومتسلسل بحيث أن اللي بيقرأه يقدر أنه هو يفهم هو عايز إيه بالزبط طيب إيه المؤهلات الاتصالية؟ القدرة على الكراءة، القدرة على الكتابة، التخاطب، الاستماع، الحس الفني، الإلمان ببعض المعلومات وقلت عنصر الأمن لازم يكون ملم بعض المعلومات لأنه هو يتعامل مع شخصيات كثيرة كل شخصية لها طبع وكل جنسية لها طبع وعدات وتقاليد فلازم يكون ملم بعلوم الاجتماع، بالعلوم السلوكية، بعلم الإدارة، بعلم الأمن علشان يقدر أنه هو يتعامل مع الشخصيات والجنسيات الكثيرة اللي هو يتعامل معاه في الفند طيب بعد كده المؤهلات الإدارية أو الوظيفية واتكلمنا عن إيه؟ القدرة على مواجهة الصعاب اللي هي المطولة القدرة على تحديد البدائل واختيار المناسب منها اللي هي صنع القرار القدرة على التعامل مع المفاهيم الإدارية والقدرة على هيكلة العمل دي كده كانت المؤهلات أو الخصائص المواصفات اللي لازم تتوفر في عنصر الأمن طيب إيه كمان اتكلمنا عليه؟ اتكلمنا عن أهم مشاكل عناصر الأمن اللي بتواجهها في قسم الأمن إيه أهم المشاكل؟ هي عدم توفر خبرة الكافية الأفراد العاملين في عنصر الأمن كمان قلنا لازم تتوفر كمان خبرة وما تقلش عن خمس سنوات في عناصر الأمن كمان عدم توفر العمالة الفنية الواعية اللي تقدر تستوعب الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي أنا بستخدمها في تفتيش أو في تأمين البوابات والمداخل وتفتيش الحقائب والدخل عنزي في الفندق طيب قلنا كمان إيه اللي أنا ممكن أقدر أدرب عنصر الأمن عليه؟ إيه الأشياء المهمة اللي أنا أدرب عليها عنصر الأمن؟ هدرب عنصر الأمن على إيه؟ على التفتيش الصحيح للمركبات والحقائب على كمان إنه هو إزاي يقدر إنه هو يستخدم وسائل الاتصال لتحقيق التبليغ إزاي يتعامل مع مواقف الطريقة اللي هي هتواجهه إنه هو إزاي لازم يكون ملمة بتعليمات الأمن لازم يكون متفهم إزاي يقدر إنه هو في مواقف مكافحة الحريق أو الإخلاق بتاع الفندق لازم كمان يتعامل مع أسلحة الأسلحة اللي هو بتكون معاه وإزاي يعمل لها الصيانة لازم كمان يبقى عارف أسليب العدئيات اللي محتمل التعرض عليها التعرض لها أثناء عملوا فيه كفرد أمن ده كله الكلام اللي احنا تكلمنا عليه في الحلقة السابقة تعالوا ندخل على موضوع جديد في مادة القواعد الأمنية وهي بتتكلم عن تأمين الموقع العام للفندق أو المنشأة السياحية إزاي إن أنا أمن الموقع العام للفندق تعالوا نعرف معنا المنشأة يعني إيه يعني إيه كلمة منشأة المنشأة دي عبارة عن الأرض والمباني المقامة عليها والمباني دي بتحتوي على إيه على معدات على تجهيزات على أفراد طبعا موجودة جول إيه المبنى يبقى المنشأة هي عبارة عن المباني الأرض والمباني المقامة عليها والمباني دي بتحتوي على معدات وأصول وأفراد طيب عندي كمان نقطة بيجي بيقولك إيه هناك علاقة طردية ما بين مساحة الفندق وحجم العميلة يعني ايه هناك علاقة طردية ما بين مساحة الفندق وحجم العميلة بمعنى اننا كل ما مساحة الفندق عندي بتكتر كل ما حجم او عدد العاملين اللي موجودين في قسم الامن لازم ان هو هيتكون يكبر معي يعني كل ما المساحة تكبر كل ما عداد او افراد الامن عندي في الفندق بيكبر طيب يجي في الامتحان ويسألني هل ان موقع الفندق بيأثر في تأمين الفندق اه طبعا موقع الفندق بيأثر في الشكل وفي مساحة الفندق وبالتالي بيأثر في تأمين الفندق ما معنى ايه الكلام دوت؟ لو انا عندي فندق موجود في المدن يعني ايه فندق موجود في المدينة؟ هيكون هيبقى عامل ازاي شكله؟ هيتاخد طبعا بشكل رأسي هيتبني بشكل رأسي لان انا مساحة الارض عندي في المدينة في وسط البلد عندي ازدحام كتير ومساحة الارض بتكون غالية جدا ومعنديش أماكن كمان كتيرة إن أنا أبني الفندق وتوسع فيه بالمساحة اللي براحتي طيب فهيتبني إزاي؟ هيتبني بشكل رأسي يعني إيه بشكل رأسي؟ أدوار فوق بعضها هنلاقي الدور الأول مثلا موجود فيه مكاتب الإدارة والاستقبال والمطاعم هنلاقي بعد كده الأدوار اللي فوق هتلاقي فيها غرف النزلاء ممكن كمان نلاقي مطاعم موجودة في الأدوار اللي فوق بحيث إن النزيل وهو قاعد فيه المطعم بيتفرج على المدينة كلها بتكون تحت الفندق كمان هتلاقي حمام السباحة عندك في دور يبقى التوسع فيه بيكون التوسع يستوسع أفقي؟ لا ففندق المدينة التوسع فيه رأسي الدور فوق بعضها طيب مين اللي هينزل عندي في فندق المدينة؟ اللي هينزل عندي في فندق المدينة أو طبيعة النزلاء بيكون رجال الأعمال أو الناس اللي هي عايزة تكون بالقرب من كل المواقع أو كل المصالح الحكومية اللي هي عايزة تيجي تخلص شغلها تخلص أوراق تحضر مؤتمرات تحضر اجتماعات فتنزل طبعا عندي فندق فنادق المدينة طب تعالوا نخرج شوية عن اطراف المدينة زي مثلا فنادق المطارات كل ما تبعدي عن المدينة كل ما مساحة الفنادق بتبدأ ان هي توسع بس عندي نقطة فنادق المطارات الادوار بتاعتها ما بتكونش عالية ليه الادوار بتاعتها ما بتكون عالية علشان طبعا هي قريبة من المطار وهبوط الطيارة وهي نزلة ما ينفعش ان انا ابني جنبها فنادق طولها عالي طيب مين بقى اللي هينزللي او طبيعة النزلاء اللي هينزلولي في فنادق المطارات مين دول اللي هما طبعا اطقم الطائرات ويتركاب الترانزيت يعني ايه ركاب الترانزيت وياحد جاي من بلد رايح لبلد والطيارة هتنزل في مصر الطيارة هتنزل في مصر هتغير ركاب هترتاح هتغير وقود سوق احوال جوية مثلا الطيارةamo الطارئة ان هي تنزل فأقرب مطار لها نعمل إيه الطيارة هتتوقف مثلا ست ساعات هيفضل هو قاعد في المطار الست ساعات دول لا طبعا هو ممكن ينزل فيه فنادق المطارات لغاية ما تيجي معاد الطيارة بتاعته أو ممكن كمان يكون فرق بين الطيارة يوم كامل هيفضل قاعد على الكرسي كده اليوم ده كامل لا هينزل فيه فنادق المطارات اللي هي بتكون بالقرب من المطارات طب تعالوا نخرج بقى برا المدينة خالص وبنروح ليه الشواطئ الساحلية أو المدن الساحلية هتلاقي شكل الفندق عندي عامل ازاي الفندق عندي هتلاقي بيتوسع مش هياخد بقى مساحته بالأمطار ده هياخد مساحته بالفددين هتلاقي عندي شكل الفندق على شكل الشليهات وسيارة ما بتتعداش الدور او الاثنين هتلاقي فيه مساحات خضرة هتلاقي ممرات كتيرة هتلاقي طبعا حمام السباحة فيه مثلا في المنطقة الخلفية للفندق فهتلاقي الفندق مساحته بيتتسع هتلاقي حوالين حمام السباحة غرف اليوم الواحد اللي هي طبعا ممكن اي حد يروح يقضي يوم مثلا على حمام السباحة يتغدى في الفندق ويمشي بنهاية اليوم طيب بس خلي بالك برضك فيه نقطة انا عايز اقولها وهي ايه فنادق المدينة احنا قلنا ان المساحة بتاعتها التوسع بيكون رأسي عشان مساحة الارض طبعا ما ينفعش ان انا اتوسع فيها توسع افقي طيب هل ينفع ان انا احاوت فندق المدينة عندي بصور لا طبعا مش هينفع ان انا احيط فندق المدن باسوار نظرا لضيق المساحة ونظرا ان طبعا انا عندي ازدحام رهيب في المدن طب هو كده الاسوار بتفقد طبعا او الفندق المدينة بيفقد نطاق امني يشكل قوي جدا بيشكل نطاق امني قوي بالنسبة ليه تأمين الفندق طب التأمين بقى هيبدأ منين التأمين هيبدأ بالمداخل بتاعة الفندق لان هي ما عندهاش اسوار احنا اتفقنا ان طبعا كل ما ببعد عن المدن كل ما مساحة الفندق بتبدأ تزيد وانا عندي علاقة طردية ما بين مساحة الفندق وكمان حجم العمالة كل ما مساحة الفندق بتزيد كل ما حجم العمالة عندي الموجودين في الامن بيزيدوا تمام كده طيب يجي في الامتحان ويقولي موقع الفندق هو بيأثر في شكل الفندق او طبعا موقع الفندق بيأثر في شكل الفندق في فنادق ملهاش اسوار او في فنادق ملهاش اسوار وخاصة المدينة تعالوا ننتقل لنقطة أخرى مع بعض يعني الفندق اللي قدامي دوت مثلا ده ملوش أسوار التأمين بتاعه هيبقى أمنين التأمين هيكون بتاعه من مداخل الفندق المدخل الرئيسي للفندق تعالوا ننتقل لنقطة أخرى وهي الأسوار اللي أنا كنت بتكلم عليها من نقطة من شوية صغيري قلنا الأسوار ده يعتبر النطاق أمني قوي لتأمين الفندق طيب أنا دلوقتي عشان أمن الأسوار إيه أهم التجهيزات والمواصفات اللي لازم تطرع في الأسوار بتاعة الفندق إيه هي أول حاجة ارتفاع السور الخاص بالفندق ما يقلش عن 3 متر ما يقلش عن 3 متر طب لو أنا عندي الأسوار مش ببنية لو عندي الأسوار مثلا عبارة عن أسوار حديدية أعمل إيه أزينها بالنباتات ويجي في الامتحان هنا ويقول لي يعلل ليه الأسوار الحديدية بزينها بالنباتات لحاج بالرؤية يعني اللي بره اللي ماشي بره الفندق ما يشوفش النزلاء اللي موجودين فيه الإيه الفندق أنا بزينها بالنباتات لحاج بالإيه الرؤية الأفراد اللي في الخارج ما يقدروشوا أنهم ما يشوفوا الإيه نزلاء اللي موجودين عندي في الفندق طيب الأسوار الحديدية أنا قلت هزينها بالنباتات أعمل إيه كمان نهايتها لازم تكون رمحية الشكل على شكل سهم النهاية بتاعة الصور الحديد لازم تكون على شكل سهم بمعنى أن هي تكون رمحية ولازم أتأكد طبعا من سلامة الأسوار ما يكونش فيها حتى مقصورة أو حتى مثلا ممكن حد يتسلل ويخش منها طيب إيه كان أهم التجهيزات والمواصفات اللي لازم تتوفر فيه الأسوار لازم المباني بتكون بعيدة عن الأسوار في مسافة فاصلة ما بين السور وما بين مبنى الفندق يجي بردك في الامتحان ويقول يعلل ليه الأسوار أو المبنى الفندق يكون بعيدة عن الأسوار لعدم إلقاء أي مواد مشتعلة من خارج الفندق في حالات الشغب اللي هتسبب لي إيه هتسبب لي ضرر بمبنى إيه الفندق طيب إيه أهم التجهيزات الموجودة في الأسوار تاني وجود منطقة لازم طبعا وجود منطقة مكشوفة بعد الأسوار يعني أنا أدي الصورة هو ودي مبنى الفندق أهو فلازم تكون فيه مساحة مكشوفة أو منطقة مكشوفة بعد الأسوار لمنع أي تسلل أي حد ممكن يتسلل ويختبئ إيه فيها لا ده أنا لازم أخلي المنطقة مكشوفة عشان تسهلل إيه الرؤية وما حدش يقدر إن هو يختبئ فيها لازم كمان أستعين باستشعارات الديني إنذارات صوتية وضوئية في حالة إيه اخترقها لازم كمان إن أنا أزود الأسوار اللي عندي بالدوائر التلفزيونية المغلقة الكاميرات التلفزيونية بتكون مرتبطة بغرفة التحكم بتعمل 24 ساعة عشان تسجل لي أي حركة أو أي مثلا أي شيء غريب على طول طبعا غرفة التحكم اللي هما بيكونوا متوجدين فيها عناصر الأمن يقدروا بسرعة أن هما يتوجهوا ويحلوا أي موقف أو أي شيء حصل عن طريق طبعا الكاميرات التلفزيونية المغلقة لازم كمان إن أنا أهتم إيه بالأسوار إن أنا أقلل فتحات الدخول والخروج في الأسوار اللي أقلل فتحات الدخول والخروج في الأسوار عشان لما يكون عندي فتحات دخول أو بوابات كثيرة في الأسوار طبعا أنا مش هقدر إن أنا أتحكم فيها أو أسيطر إيه عليها فلازم إن أنا أقلل عددها علشان أقدر أحكم السيطرة عليها لازم كمان أهتم بإضاءة الأسوار حتى تتسيح المراقبة والرؤية علشان أبقى شايفة مش إحنا قولنا أننا لازم أسيب مسافة ما بين الأسوار وما بين المنطقة المباني لازم المنطقة تكون مكشوفة لازم طبعا أعمل لها إضاءة علشان أكون أشايفة إيه اللي بيحصل علشان ما حدش يقدر أنه هو يستخب في المنطقة اللي هي بعد الأسوار يبقى ذي أهم التجهيزات والمواصفات اللي واجب توفرها في منطقة في الأسوار بتاعة الفندق ندخل لنقطة تانية وهي البوابات يعني إيه كلمة البوابات البوابات فيه فرق عندي ما بين البوابات وفيه فرق ما بين المداخل علشان محدش يدخلهم في بعض أو يلغبط منهم يعني إيه البوابات البوابات وهي فتحات الدخول والخروج في الأسوار الخارجية للفندق في الأسوار الخارجية للفندق يبقى البوابات هي الفتحات الدخول والخروج فين في الأسوار الخارجية بتاعة الفندق طيب برتك فيه مجموعة من المواصفات او اننا لازم اعمل تأمين شروط الواجب توفرها في تأمين بوابات الفندوق احنا اتفقنا البوابات ايه هي فتحات الدخول والخروج اللي موجودة فين في الاسوار بتاعة الفندوق طب عشان امن البوابات الدخول والخروج اعمل ايه لازم طبعا اننا قلنا التقليل بقدر الامكان من البوابات اللي موجودة في الاسوار مشانا لسه ايليها من شوية في الاسوار طب ليه اقلل عشان اقدر اننا احكم السيطرة عليها كمان لازم ان انا اقفل في بوابات بتكون موجودة عندي في الاسوار بس بتكون مقفولة محدش بيستخدمها خاصة ليلا طب بتستخدم فين بقى يا جماعة او امتى بتستخدم في حالات الطوارئ او عند مثلا الايه الاخلاء يبقى بستخدمها فقط بفتحها فقط في حالات الطوارئ او في حالات الايه الاخلاء لو انا مثلا نقدر الله عندي مشكلة في الفندق وبخلي الفندق بتاعي هستخدم الايه البوابات اللي انا ايه ببقى اقفليها دي يبقى أنا أقلل القدر الإمكان من عدد البوابات الموجودة في الأسوار الرئاسية بتاعت الفندو وكمان بغلق بعضها وبستخدمها في حالات التوارئ والإخلاق فقط طيب إيه الشروط اللي واجب توفرها كمان لازم أن أنا أخصص بوابات لدخول النزلاء وبوابات لدخول العاملين يعني ما يكونش بوابة واحدة بيخش منها النزلاء وبيخش منها العاملين لا بوابة للعاملين وبوابة للنزلاء وبوابة العاملين بتنتهي بدخول الوردية بتقلق بدخول الوردية أول ما الوردية بتاعت العاملين بتاعتي خلاص ما عاد هيخش خلاص ينتهي خلاص أنا بقفل البوابة بتاعت العاملين دي كمان لازم البوابات اللي هي موجودة في بتاعت النزلاء اللي موجودة طبعا في الأسوار الخارجية لازم تؤدي لممرات محددة بيكون اتجاهها للمدخل الرئيسي للفندو معنى إيه؟ هذه البوابة هي النزيل داخل منها لازم أن أنا مثلا أحط أشجار أحط أسهم أحط علامات يكونوا هما محددين لأن النزيل داخل من البوابة للمدخل الرئيسي للفندو علشان ما فيش أي حد من النزلاء طبعا يتسلل ويدخل لي المناطق الخلفية بتاعت الفندو لازم ليها ممرات محددة بتتوجه ليه النزيل للفندو المدخل للفندو الرئيسي طبعا علشان أنا دايما في مدخل الفندو الرئيسي بتلاقي فيه أجهزة كشف للحقائب في بوابات إلكترونية فلازم النزيل أو البوابة تكون محددة بممرات بأشجار بأسهم بأي عاملين وقفين على الجنبين بيرشدوا أنه زلاء أنهم يدخلوا على طول لمدخل الفندو الرئيسي طيب الشروط الواجب توافرها في البوابات تاني كمان لازم أنا بترك البوابات الخارجية مفتوحة ما وضع عناصر أمنية للمرأبة هل أنا عمري دخلت الفندق جيت أدخل الفندق ألاقيت البوابة بتاعت الفندق مقفولة؟ لا طبعا بوابات الفندق دايما مفتوحة على طول مفتوحة وأنا حتى وجود عناصر أمنية للمرأبة وجود عناصر أمنية للمرأبة علشان أن تكون طبعا بترقب لي الدخول على طول باستمرار طيب يجي في الامتحان دايما السؤال ده بيجي في الامتحان ويقول لي أعلل تترك البوابات الخارجية مفتوحة مع وضع عناصر أمنية للمرأبة لأنه طبعا ما ينفعش أن أقفل البوابات في وجه النزلاء ولازم كمان يكون في أفراد أمن موجودين على البوابات علشان مرأبة النزلاء ومرأبة السيارات ومراجعة السيارات اللي هم دخلين اللي دخل عندي في الفندق لازم كمان يكون يتواجد عناصر مدربين سائقين مدربين على أعلى كفاءة من اللي هم إن هم بيقدروا يقودوا السيارات إنه زي الأول ما بيدخل به السيارة بتاعته لي من بوابة بتاعت الفندق بيبدأ إنه هو عندي اللي ينزل من العربية بتاعته وبيبدأ الأفراد السائقين دول بيبدأوا يركبوا العربية ويروحوا يحطوها أو يجراشوها في المكان المخصص لها أفراد السائقين دول أنا مختارهم إزاي؟ على قدر كبير جدا من الكفاءة على قدر كبير من الأمانة وعندهم طبعا عارفين ترقيم السيارات وعارفين العربية دي بتاعت أنهي نزيل وموجودة فين بالحين استدعاها طبعا وين نزيل خارج من عندي من الفندق كمان إيه شروط الواجب توفرها في بوابات الفندق أنا طبعا بستخدم الأجهزة التكنولوجية في تأمين البوابات وفي مراجعة السيارات زي إيه؟ زي المرايات العاكسة هتلاقي دايما لو دخلت بوابة للفندق هتلاقي في جنب البوابة مراية كبيرة جدا دي عاكسة بتاعتس الجيب جيبلي جوانب العربية كلها أو السيارة كلها من جميع الجهات ليه؟ عشان أتأكد أن ما فيش أي حاجة علقة أو أي شيء خطر هم مثلا حطينه في جنب من جوانب العربية خلاص كده؟ طيب أعمل إيه كمان لتأمين البوابات بوفر وسائل اتصال خطية ولاسلكية ما بين عناصر الأمن الموجودين عند البوابة وطبعا غرفة الإيه الأمن علشان استدعاهم السريع في أي مواقف طارق أنا كنت بتكلم عن تأمين البوابات قلنا البوابات لازم أننا بقصص بوابات للنزلاء وبوابات للعملين أننا كمان لازم البوابات تترك مفتوحة مع وجود عناصر أمنية أننا لازم أقلل من البوابات قدر الإمكان عشان أحكم السيطرة عليها لازم كمان أننا لازم أستغل الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتأمين البوابات ومراجعة السيارات لازم أخلي بوابات للنزلاء وبوابات للعملين في بوابات بتتقفل وتستخدم في حالة الطوارق أو الإخلاق فقط ولازم توافر وسائل اتصال متخطية ولا سلكية علشان طبعا تكون ما بين عناصر الأمن الموجودين عند البوابة وغرفة الأمن ليستدعاهم السريع في المواقف الطارقة يبقى أنا كلمت عن الشروط الواجب توافرها في الأسوار واتكلمت عن الشروط الواجب توافرها أو أهم الشروط اللي أنا لازم أحطها فيها تباري وأنا بأمن البوابات تعالوا ننتقل لنقطة تانية وهي المداخل وأنا كنت بقول من شوية أنا في فرق عندي ما بين المداخل وفي فرق ما بين البوابات إحنا اتفقنا مع بعض أن البوابات هي فتحات الدخول والخروج اللي موجودة فين في الأسوار الخارجية للفندق في الأسوار الخارجية للفندق أما المداخل فتحات الدخول والخروج اللي موجودة فين بقى اللي موجودة في مبنى الفندق يبقى أنا عندي فرق ما بين البوابات وما بين المداخل البوابات فتحات الدخول والخروج الموجودة في الأسوار أما المداخل فتحات الدخول والخروج الموجودة في المبنى الرئيسي بتاع الفندو طيب إيه أهم الشروط الواجب توفرها أو الإجراءات الأمنة اللي بتنفذ لمداخل الفندو ماشي إجراءات الأمنة اللي بتنفذ لمداخل الفندو هأمن مداخل الفندو إزاي مدخل الفندو قلنا فتحات الدخول والخروج في المبنى الرئيسي بتاع الفندو أأمنوا إزاي بقى أول حاجة أنا بعين أفراد أمن عندهم لباقة وعندهم دقة ملاحظة وبيعرفوا يتكلموا لغات لان انا في الفندق عندي انا مش بتعامل مع مصريين بس لا ده انا بتعامل مع مصريين واجانب فلازم يكون بيعرف يتكلم طبعا لغات اجنبية عشان يقدر ان هو يتعامل مع السائحين الموجودين عندي في الفندق لازم كمان بستعين باجهزة فحص الحقائب واجهزة يدوية وطبعا البوابات الالكترونية او البوابات اللي هي الالكترونية اللي انا بكون حطاها عند المدخل الرئيسي علشان تأمين المدخل وبستعين باجهزة فحص الحقائب والاجهزة اليدوية ايه تاني انا بعين طائم امني عند كل مدخل لو انا عندي كذا مدخل موجودين في المبنى الرئيسي بتاع الفندق عند كل مدخل بعين ايه افراد امن خلاص لازم تواجد رئيس وردية الامن على مقربة من المدخل الرئيسي في الفندق اعلل ليه تيجي بردك في الامتحان كثير تواجد رئيس وردية الامن على مقربة من المدخل الرئيسي للفندق ليه علشان التدخل السريع في المواقف الطريقة دون اشعار باقي النزلاء ان في موقف حاصل عند المدخل هو التدخل السريع في المواقف الطريقة بهدوء بدون ان انا اشعر بقية النزلاء بتاع الفندق ان في موقف حاصل عند المدخل ايه كمان اجراءات الامن اللي هي عند المدخل لازم طبعا وجود عناصر أمنية في حالة تخصص مداخل للدخول ومداخل للخروج يعني أنا لو قلت المدخل ده للدخول والمدخل ده للخروج عناصر الأمن هيبوا وقفين ليه بقى؟ علشان محدش يدخل من مدخل الخروج ومحدش يخرج من مدخل الدخول لازم كمان الفنادق الكبيرة بتأمن لي المداخل من خلال شبكات أو من خلال كاميرات تلفزيونية مغلقة لازم طبعا كاميرات التلفزيونية المغلقة بأمن بها المداخل بتاعة الفندق يبقى أنا لازم من مداخل الفندق لو أنا عندي كذا مدخل هيتوجد طبعا عناصر أمنة عند كل مدخل لو أنا عملت مدخل الدخول ومدخل للخروج هيبقى هنا فيه عناصر أمن وهنا عناصر أمن لازم رئيس الوردية يكون على مقربة من المدخل الفندق الرئيسي بس تعين بيه الأجهزة للتدخل السريع في أي موقف طارق بس بستخدم طبعا الأجهزة بتاع التفتيش الحقائب وأجهزة يدوية والبوابات الإلكترونية عندي كمان بيأمنوها بالشبكات التلفزيونية المغلقة بأمنها بالشبكات التلفزيونية المغلقة وأن أفراد الأمن اللي هم موجودين عند المداخل لازم يكونوا عندهم خبرة عندهم لباقة عندهم دقة ملاحظة وبيعرفوا يتكلموا لغات أجنبية أنا كده كنت بتكلم على إجراءات تأمين مداخل الفندق واتفقنا مع بعض أنه فيه فرق ما بين البوابات فيه فرق ما بين المداخل البوابات فتحات الدخول والخروج اللي فيه الأسوار الخارجية بتاعت الفندق أما المداخل فتحات الدخول والخروج اللي موجودة عندي فين في مبنى الفندق الرئيسي تعالوا مع بعض ننتقل لنقطة أخرى وهي تأمين مباني الفندق والمناطق العامة يعني إيه أأمن مباني الفندق والمناطق العامة إيه الموجودة عندي في مباني الفندق والمناطق العامة وإزاي إن أنا أأمنهم ده اللي هنشوفه بعد شوية على طول صغير علشان أأمن مباني الفندق والمناطق العامة في مجموعة من الإجراءات بيقوم بيها مدير أمن الفندق والمساعدين بتوعه علشان يأمنوا مبنى الفندق والمناطق العامة اللي موجودة عندي في الفندق طيب ايه هي الاجراءات اللي هيتنفذها اول حاجة ييجي مدير امن الفندق يبدأ يعمل دراسة للفندق وما يحتوي يبدأ يعمل دراسة للفندق وما يحتوي ويه الخدمات اللي هو بيقدمها وطبيعة المترددين والنزلاء اللي موجودين عندي في الفندق ويه الخدمات والانشطة اللي بيقدمها عندي اللي هو بيشتغل فيه ده ويعمل دراسة عامة ليه الفندق وليه الخدمات وليه الانشطة وإيه طبيعة النزلاء اللي بيتردده عندي في الفندق هيعمل إيه كمان؟ هيبدأ يعمل دراسة للحالة الأمنية المحيطة عندي بالفندق إيه شكل التهديدات اللي ممكن توائد محتملة أن هي تهدد الفندق بتاعي وهو هيعمل دراسة للفندق طبيعة النزلاء الأنشطة الخدمات اللي هيقدمها الفندق يعد ما يعمل دراسة للفندق يعمل دراسة للحالة الأمنية للمنطقة المحيطة بمبنى الفندق هيبدأ شكل التهديدات اللي هو ممكن محتمل أنه هو تواجه الفندق بتاعي يعني مثلا إيه؟ لو عندي فندق في منطقة ساحلية الأسوار المحيطة بالفندق مش راح نتفق أن الأسوار ده نطاق أمني رئيسي بيأمن لي الفندق طيب أنا دلوقتي الفندق في منطقة ساحلية هتلاقي أن الصور هيبقى واخد شكل مش مكتمد ليه؟ لأن أنا عندي مثلا منطقة جبال عندي مثلا البحر طب أنا أحط الصور في البحر إزاي؟ فأنا كده عندي أو في منطقة الجبال إزاي؟ يبقى أنا عندي كده الصور مش مكتمل فهو لازم يدرس مدير أمن الفندق يدرس الحالة الأمنية وشكل التهديدات اللي ممكن تواجه عندي أو محتمل يتعرض لها لإيه؟ الفندق يبدأ يعمل إيه كمان؟ يبدأ يعمل الورديات بتاعة العاملين وبيبدأ أنه هو المدير أمن الفندق بيحدد الورديات الخاصة بالعملين وهي عبارة عن ثلاث ورديات بيلجأ مدير أمن الفندق كمان إيه؟ للمرأبة طب هيرائب إزاي؟ هيرائب بالكاميرات التلفزيونية المغلقة طب الكاميرات التلفزيونية دي هيحطها فين؟ هينشرها في جميع أنحاء الفندق هيحطها في المناطق الحيوية هيحطها في الممرات هيحطها عند المداخل هيحطها في الأسوار هيحطها عند البوابات والكاميرات التلفزيونية دي بتكون مرتبطة بغرفة التحكم اللي بتشتغل 24 ساعة وغرفة التحكم دي بيكون موجود فيها عناصر الأمن وبتكون موجود فيها عناصر أمن كمان مستعدة للتدخل السريع فأي موقف طارق بيلحظوه على الشاشات اللي هي مرتبطة بالكاميرات هيعمل كمان مدير الأمن هيبدأ يقسم الفندق لقطاعات وهو درس الفندق طبيعة الفندق ودرس الخدمات اللي بيقدمها الفندق درس طبيعة النزلاء اللي هو بيتردده على الفندق دوت بدأ يدرس الحالة الأمنية المحيطة بالفندق بدأ ممكن أنه يحدد شكل التهديدات اللي بيتعرض لها الفندق بدأ أنه يرجع للمرأبة طب هيرأي بالفندق إزاي عن طريق الكاميرات التلفزيونية المغلقة اللي هينشرها في جميع الفندق بتكون مرتبطة بغرفة التحكم اللي بتعمل 24 ساعة بدأ يعمل كمان يقسم الفندق لقطاعات وبيبدأ أنه يحدد الواجبات والمسؤوليات الأمنية في كل قطاع ويحدد حجم التواجد الأمني اللي موجودة عندي في كل قطاع يبدأ يعمل كده يحدد ورديات العمل وهي عادة تلت ورديات لأن احنا من سنة أولى احنا اتفقنا أن الفندق فيه تلت ورديات وردية صباحية وردية مسائية وردية ليلية فالبدال عندي تلت ورديات وأنا لازم عندي تلت ورديات لعناصر الأمن في الفندق بعد ما بيحدد الورديات يبدأ ويوزع عناصر الأمن على قطعات الفندق مش احنا اتفقنا ان هو هيقسم الفندق لقطعات يبدأ يوزع عناصر الأمن على القطعات ويحدد لهم الورديات بتاعتهم يبدأ يعمل يتابع عملية تنفيذ العاملين في الأمن لتنفيذ أعمالهم أو لتنفيذ المهام الموكلة إليهم ويبدأ بكل فترة يعمل اختبارات تنشيطية طب هو يعمل اختبارات تنشيطية لمدير الأمن عشان يتأكد من اليقظة المستمرة للعاملين في الأمن يعني ما يبقاش بقى عنصر الأمن كل يوم رايح يبقى شغله روتيني بقى هو رايح مش هيحصل حاجة احنا امبرح ما حصلش حادة ولا شهر حصل حاجة فكل يوم رايح شغله بقى مش خلاص هو رايح الشغل كشغل روتيني بالنسبة له مش هيحصل حاجة لا لازم يعمله اختبارات تنشيطية علشان يتأكد من اليقظة المستمرة للعاملين علشان ممكن لقدر الله بين اللحظة والتانية يحصل ممكن شكل تهديد يهدد لي الفندوق ولازم طبعا يهتم بالحالة النفسية للعاملين في الفندوق علشان ما يصبهمش الملل يهتم بالحالة النفسية ازاي ان هو يكافئ المجتهد ويجازي المقصر ويحفز الشخص المجتهد وما يحرمهمش من اجازاتهم علشان طب كله بيأثر على الحالة النفسية للعاملين يبقى دي الاجراءات اللي هو واجب يعملها او هينفزها مدير امن الفندوق والمساعدين لتأمين مناطق الفندوق والمناطق العامة في الفندوق تعالوا ننتقل لنقطة تانية وهي تأمين غرف النزلاء غرفة النزلاء غرفة النزيل بتعتبر شقة خاصة مستقلة للنزيل ما ينفعش اي حد يدخلها بدون موافقته بمجرد ما هو حجز عندي وعمل اجراءات التسكين عندي في الفندوق الغرفة مثلا الغرفة الخاصة بتاعته رقم مثلا 200 الغرفة بتاعته دي خلاص دي تعتبر شقة خاصة ومستقلة بممنوع اي حد يدخلها الا بموافقة النزيل الا طبعا في المواقف الطريقة طيب لما يجي امن غرف النزلاء هاعمل ايه هامن غرف النزلاء ازاي مشرفي الادوار ومشرفي الغرف بيلعبوا دور مهم جدا في تأمين الغرف لان هما اكتر ناس محتكين بغرف النزلاء لان هما الهاوسكيبينج هما اللي بيخدخلوا ينضفوا غرف النزلاء ممنوع اي حد طبعا تاني يخش غرفة النزلاء الا لو في موقف طارق حصل في الموقف العادية ما بيخشش إلا مشريف الأدوار ومشريف الغرف طيب مشريف الأدوار أو مشريف الغرف دخلوا ينظفوا الغرفة لقوا أي حاجة غريبة لحظوا أي شيء غريب لحظوا قسموا أي شيء برضك غلط بيهدد الأمن بتاع الفندق طبعا على طول بيروحوا ويبلغوا مدير الأمن فلازم مدير الأمن لازم يكون أن فيه علاقة طيبة ما بين إدارة الفندق وجميع الأدارات الأخرى في الفندق مشريف الغرف مشريف الأدوار ليلعبوا دور رئيسي في تأمين الغرف ومراقبة المتردد هل ينفع غرف النزلاء أحط فيها كاميرات تلفزيونية لمرقبة؟ لا طبعا ممنوع إزاي ده إحنا اتفقنا أن الغرفة شقة مستقلة للنزيل إزاي رقبه بكاميرا؟ هو قاعد برحته في الغرفة بتاعته يبقى أنا أحط بقى الكاميرات التلفزيونية فين؟ هحطها في الأدوار الكاميرات التلفزيونية في ممرات الأدوار لازم أننا أحط فيها الكاميرات التلفزيونية علشان أننا أرأيبها لازم كمان أرأيب الأدوار لازم أننا كمان المرور التفقدي لعناصر الأمن للأدوار علشان طبعا لو يلحظوا أي شيء غريب أو يتدخلوا في المواقف الطريقة لازم كمان يتأكدوا من سلامة الأبواب ومنافذ الإخلاق ومنافذ الدخول والخروج بتاعت الإخلاق ووسائل مكافحة الحريق لازم طبعا يتأكدوا منها أن هي سليمة لازم المرأبة التلفزيونية للأدوار طول الإيه اليوم بعض الفنادق بتزود الغرف أنه زلاء بأجهزة إنذار ضد الحريق وأجهزة إطفاء ذاتية لازم أن أنا أزود بتكون موجودة على السقف بتاع الغرفة أجهزة إنذار ضد الحريق وسائل إطفاء ذاتية وسائل أجهزة الإنذار ضد الحريق دي دي بتلعب دور مهم جدا في الاكتشاف المبكر للحريق الصورة اللي قدامي دي دي بتوضح لي الممرات الخاصة بتاعت غرف النزلاء اللي أنا طبعا بكون حتى فيها الكاميرات التلفزيونية اللي برائبها 24 ساعة علشان طبعا أن أنا أرائب أي تصرف غريب بيحصل فيه الأدوار أو ما بين غرف النزلاء هننتقل لنقطة أخرى كمان لسه في النقطة بتاعت تأمين غرف النزلاء هنتكلم فيها كمان أأمنها لازم أننا أراجع مراجعة صلاحية الأجهزة والوصلات الأجهزة الكهربائية الموجودة في الغرفة لازم أننا أتأكد أن هي سليمة عشان ما تسبب ليش ماس كهربي أو تسبب أذى للنزيل لازم كمان أتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية اللي موجودة في الغرفة لازم أحتفظ بمفتاح الماستر كي في مكان معلوم لعناصر الأمن علشان أننا طبعا أستخدمه في أي موقف طارئ لو النزيل مثلا ما بدش في الغرفة مثلا كم يوم أو النزيل ما ظهرش عندي نزيل في غرفة معينة ما ظهرش عندي بقاله كم يوم طب أعمل إيه أنا عايزة أدخل الغرفة طبعا أشوف إيه اللي حصل أو النزيل مش بيبليه فطبعا بفتح بمفتاح الماستر كيف لازم يكون لقدر الله ممكن النزيل يكون تعبان ميت أي أو هو ما بدش في الغرفة بقاله كم يوم فلازم أننا أدخل الغرفة علشان إيه أشوف إيه اللي حصل جوه فلازم أحتفظ بمفتاح المصدر كيف مكان معلوم لأعناس الأمن طبعا لاستدعائه أو لاستخدامه في المواقف الطريقية كنت كنت بتكلم عن تأمين غرف النزلية تعالوا ننتقل لنقطة أخرى وإزاي هنشوف تأمين المطاعم والملاهي الليلية إزاي أأمن المطاعم والملاهي الليلية اللي عندي أنت عارفين في الفندق موجود في كذا مطعم موجود في ملاهي الليلية زي الديسكو والحاجات دي بيتردد عليها النزلاء الموجودين عندي في الفندق طيب عشان أأمن المطاعم والملاهي الليلية أعمل إيه لازم طبعا يتواجد عناصر الأمن لازم يتواجد عناصر الأمن عند مدخل المطعم أو المالهي الليلي وكمان موجودين جوه كمان في جوه المطعم طب ليه بينتشروا عند المدخل ومجوه المطعم للتدخل السريع في المواقف الطريقة كمان مدير المطعم أو مدير المالهي الليلي ده بيكون بيلعب دور مهم جدا في تأمين المطعم لأنه موجودين جوه مدير المطعم والجرسونات أو الوترات بيكونوا موجودين في المطعم هم أكتر احتجاج بالنزلاء الموجودين أو المترددين الموجودين على المطعم فطبعا لازم هما بيلعبوا دور كبير جدا في تأمين المطعم أو تأمين الملحة الليلي وعندهم القدرة كمان على الاستدعاء السريع لعناصر الأمن في أي موقف طارق إيه كمان هأمن إزاي المطعم الليلية أو المطعم أو الملحة الليلي لازم أتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية الموجودة في المطعم لازم أتأكد من سلامة تشفات الإضاءة لازم أتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية والوصلات الكهربائية نظرا ليه زيادة الأحمال طبعا وزيادة الضغط على الوصلات الكهربائية لازم أتأكد من سلامتها وأن هي تتناسب مع كمية الأحمال اللي موجودة عندي في المطعم أو في المالها الليلي طبعا لعدم حدوث ماس كهربائي بيسبب إيه أزى لأي الناس الموجودين في عندي في المطعم لازم أأمن المطعم كمان بإيه أنا بزود المطعم اللي عندي أو المالها الليلي بأجهزة انذار ضد الحريق ولازم كمان المطعم أو المالها الليلي لازم يكون مراقب تلفزيونيا بالكاميرات التلفزيونية وقلنا كاميرات التلفزيونية بتكون مرتبطة بخرفة التحكم اللي بتعمل 24 إيه ساعة وبيكون فيها عناصر الأمن للتدخل السريع في أي موقف طارق في عندي حاجة كمان مركب العائم المركب بساعات بيستخدموه قمطعم أو كفندق متكامل يبقى المركب اللي عندي ساعات أنا بستخدمه مطعم أو كفندق متكامل فلازم بقى يتوافر في شروط الاشتراطات السلامة والمهنية لازم يتوافر في الشراطات السلامة المهنية طبقا لتعليمات المسطحات المائية يبقى المركب اللي عندي اللي أنا بستخدمه كمطعة معاي مثلا بتناول في وجبة العشاء أو وجبة الغداء أو ساعات كمان المركب ده بيكون فيه عبارة عن فندق متكامل لازم طبعا يتوافر في الشراطات السلامة طبقا لتوجيهات المسطحات المائية أنا كنت بتكلم عن تأمين المطاعم والملاهي الليلية وأن عناصر الأمن تكون موجودة عند المدخل وبالداخل مدير المطعم والعاملين فيه بيلعبوا دور معايا في تأمين المطعم لازم يكون طبعا مزود بأجهزة إنذار ضد الحريب ولازم يكون مراقب تلفزيونيا ولازم كمان أن أنا أتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية والوصلات الكهربائية وكشفات الإضاءة إن هي بتتحمل الأحمال الزيادة اللي هي عليها عشان ما تعمليش مز كهربائي لازم كمان المركب لو أنا عندي مركب باستخدمها كمطعم أو كفندق متكامل لازم يتوفر فيها اشتراطات السلامة وفقا لتعليمات المسطحات المائية تعالوا ننتقل لنقطة تانية هنشوف هنأمنها إزاي تأمين دور العرض السلمائي إيه هو دور العرض السلمائي ده؟ السلمة فيه كتير من الفنادق اللي عندي موجودة في مصر بتحتوي على دور العرض السلمائي اللي هي السلمات طيب أأمنها إزاي؟ لازم يكون لها مدخل خاص السلمة دي لازم يكون لها مدخل خاص وبيتواجد عناصر الأمنة عند المدخل طبعا علشان تأمين دور العرض السلمائي لازم كمان يفتشوا الحقائب السيدات وهم داخلين ممنوع الدخول باللفائف يعني لو حد داخل مع لفة أو علبة أو أي كده أو أي شيء من هذا القبيل ممنوع طبعا الدخول بيها كمان لازم أن العاملين كمان بيكونوا متواجدين عند المدخل الرئيسي بتاع دور العرض السلمائي علشان يرشدوا الحاضرين لأماكنهم أنت حضرك تذكرتك فيها رقم كم الكرسي بتاعك طيب العاملين بياخدوا النزلاء أو بياخدوا المتراددين هم جايين يحضروا في دور العرض السلمائي ويرشدوهم للمكان الخاص أو الكرسي الخاص بتاعهم طب بعد انتهاء العرض إيه اللي هيحصل؟ بعد انتهاء العرض بيتم تفتيش طبعا صالة العرض عشان يتأكد من سلامتها وإن ما فيش حد ناسي حاجة أو حد سايب حاجة مثلا تكون تتسبب فأزة أو تتسبب لي في مخاطر لدور العرض السلمائي وللفندق اللي بيحتوي على دور العرض السلمائي لازم كمان المراقبة المستمرة للبوفيهات والسلونات اللي هي ملحقة بدور العرض السلمائي لازم أننا كمان أبلغ عن أي موقف طارق موجود في دور العرضي أنا لازم أننا أفتش صالة فور انتهاء كل عرض لازم أننا أبلغ الإبلاغ الفوري عن أي موقف طارق وقلنا أننا المراقبة المستمرة للبوفيهات والسلونات الملحقة لدور العرض السلمائي والقيام العاملين بإرشاد الحاضرين لأماكنهم أنا كده كنت بأمن إيه بأمن دور العرض السينمائي اللي موجود عندي في الفندق طيب في حاجة تانية هأمنها في الفندق أوه في حاجة تانية تعالوا نشوف إيه هي تأمين المحال الداخلية والأسواق الداخلية تأمين المحالة الداخلية في الفندو أو الأسواق الداخلية حد يجي يسألني يقول لي يعني إيه المحالة الداخلية يعني مش فاهم يعني إيه المحالة الداخلية في الفنادق بتحتوي على كثير من المحلات زي إيه في محلات ملابس محلات هداية محلات مثلا برفانات محلات اللي هي الهداية التسكرية مثلا اللي هي فيها الأصارات بتاعتنا اللي هي زي مثلا اللي هي شكل الأهرامات شكل أبو الهول الهدايا التسكرية في الفنادي بيكون شركات طيران شركات سياحة أفرع للبنوك في مكانات صراف آلي بيتردد عليها النزلاء بتوع الفندق أو ناس من خارج الفندق أأمن المحلات دي إزاي لازم عناصر الأمن بتكون موجودة في الممرات المؤدية لهذه المحلات عناصر الأمن موجودة فين في مداخل الممرات المؤدية لهذه المحلات لازم أننا أكسف التواجد الأمني إمتى؟ يعني التواجد الأمني احنا اتفقنا أن عناصر الأمن موجودة عندما داخل الممرات في المحلات دي أو في شركات الطيران أو عند شركات السياحة لأ بكسف بيزيده إمتى؟ يزيده بالليل لما مع وعيد غلق المحلات أو الشركات دي بينتهي عملها بزود العناصر الأمن طبعا علشان المنطقة دي بتكون فضية فلازم عناصر الأمن يتواجده ويتواجده بكسافة أثناء غلق المحلات مستأجرين المحلات والعاملين في المحلات دي بيلعبوا دور رئيسي مع عناصر الأمن في تأمنها كمان المحلات دي لازم تدخل ضد شبكة انذار الحريق بتاعة الفندق ككل يبقى أنا المحلات دي أو شركات دي لازم تدخل ضمن شبكة انذار الحريق للفندق ككل علشان لقدر الله قامت حريقة في محل من المحلات دي بيدي انذارات في الفندق إن في حريقة موجودة عنده في الفندق في المكان الفلاني أو في المحل المعين ده شبكة أنا كده كنت بأمن المحلات بأمن ازاي أن الفراد أو عناصر الأمن متواجدين عند مداخل الممرات المؤدية للمحلات بيتكسف التواجد الأمني إمتى لما بموعيد غلق المحلات أو بعد انتهاء عملها المستأجرين أو العاملين في المحلات دي بيلعبوا دور رئيسي مع عناصر الأمن في إن هم بيأمنوا لي المحلات أثناء توجدهم أثناء المحل أثناء توجدهم جوه المحل أو في الشركات كمان لازم المحلات أو الأسواق الداخلية أو الشركات بتكون دخلة ضمن شبكة إنذار الحريق طبعا بتاعة الفندق لأنها تعتبر جزء من الفندق مش هي جوه الفندق يبقى تعتبر جزء من الفندق طب تعالوا نشوف جزء تاني موجود عندي في الفندق وإن أنا إزاي أن أنا أمنوا تأمين مناطق حمام السباحة مناطق حمامات السباحة دي بتكون عادة في المناطق الخلفية أو في المنطقة الخلفية بتاعة الفندق بمعنى إيه إن أنا بدخل من منطقة الاستقبال وببدأ إن أنا أمشي جوه الفندق في المناطق الخلفية فيه علشان أوصل لحمام السباحة فهقطع جزء كبير جدا جوه إيه الفندق عشان أوصل لحمام السباحة طب أأمن حمام السباحة إزاي أولا إن أنا أول حاجة من خلال السيطرة على الممرات المؤدية لحمام السباحة يعني أسيطر إزاي على الممرات المؤدية لحمام السباحة بتواجد العناصر الأمن في كل الممرات المؤدية لحمام الايه السباحة ممنوع اي حد ينزل حمام السباحة غير النزلاء الموجودين في الفندق ممنوع اي حد من خارج الفندق يجي ينزل عندي حمام السباحة الا النزلاء المتوجدين عندي في الفندق كمان لوان الفندق عندي بيحدد ايام للسيدات علشان ينزلوا حمام السباحة يعني يقولوا مثلا يوم معين في الاسبوع وليكن مثلا يوم الحد ما بينزلش حمام السباحة الا السيدات ممنوع نزول الرجال طب هيبقى عناصر الأمن بقى اللي هتأمني حمام السباحة يكونه من السيدات طبعا عناصر الأمن هتكون من السيدات هتأمني اليوم هتأمني حمام السباحة في اليوم اللي بيقصصه الفندو للسيدات كمان عناصر الأمن لازم تكون من السيدات عند أماكن تغيير الملابس الخاصة بالسيدات ولازم عناصر الأمن من الرجال عند أماكن تغيير الملابس للرجال لازم كمان ينتشر حوالين حمام السباحة أفراد مؤهلين للإنقاذ ولازم تقول يكونوا على كفاءة عالية طبعا للتدخل السريع في أي موقف طارق لحد يقدر الله يغرق أو هيتعرض للغرق لازم طبعا عناصر اللي هم الإنقاذ بيكونوا متواجدين حوالين حمام السباحة للتدخل السريع ويكونوا على كفاءة عالية ويكونوا مدربين لمهمهم ايه تاني كمان ان انا امن مناطق حمامات السباحة ضروري التفتيش غرف اليوم الواحد ايه غرف اليوم الواحد ديت غرف اليوم الواحد دي بتكون عبارة عن غرف محاطة بحمام السباحة ودي فيها ممكن ان انا مثلا انا طول الاسبوع في شغلي رايحة الشغل وجاية من الشغل بشوف طلبات اليوم بتاعي وبشوف طلباتي فانا عايزة اغير جو او اغير اكثر روتين او ملل الروتين اليومي اللي انا بعمله هعمل ايه اجي مثلا في الويك اند بتاعي باخد قصرتي واروح اقضي يوم في الفندو طب هقضي يوم في الفندو ازاي ان انا هحجز غرفة اللي هي غرف اليوم الواحد ديت هحجز غرفة والغرف دي بتكون مقامة على حوالين حمام السباحة ابدأ اقضي اليوم فيها انزل حمام السباحة اتغدى في الفندو وقضي طول اليوم في الفندو وبنهاية اليوم ببدأ ان انا ايه امشي من الفندو فضرورة ان انا لازم عناصر الامن عندي ضرورة ان هم يفتشوا غرف اليوم الواحد علشان يتأكدوا طبعا من ان ما فيش اي حد نسي اي حاجة او لا قدر الله حد نسيب حاجة بالقصد تسبب اضرر او ازلي الفندو بتاعي يبقى ضرورة تفتيش غرف اليوم الواحد بنهاية ايه اشغلتها بمجرد من نزيل يمشي خلاص عندي من الفندو لازم فورا تروح عناصر الامن تفتشتي غرف اليوم الايه الواحد لان دي طبعا ضمن تأمين مناطق حمامات السباحة لان غرف اليوم الواحد بتكون محاطة بي حمام الايه السباحة انا كده اتكلمت عن تأمين ايه اتكلمت عن تأمين غرف النزلاء اتكلمت عن تأمين المطاعم والملاهي الليلية اتكلمت عن تأمين الحمام السباحة وتكلمت كمان عن تأمين المحال والاسواق الايه الداخلية تعالوا ننتقل لنقطة اخرى في المطعم في الفندو اللي عندي وهحتاج ليه التأمين ايه هي تأمين مناطق الملاعب والصلاة الرياضية والاسباح ايه تأمين مناطق الملاعب والصلاة الرياضية والايه والاسباح هأمينها ازاي انا عندي في ملاعب رياضية عندي صلاة الرياضية عندي الاسباح اللي هي السونة واجهزة البخار بيستخدموها الايه النزلاء اللي موجودين عندي في الفندو طيب انا هأمينها ازاي لازم عناصر الأمن هتكون متوجدة في الممرات عندما داخل الممرات المؤدية للصلاة الرياضية أو اللذباء خلاص طيب أنا هعمل عندي إيه لازم كمان يكون مدير الصالة والمدربين اللي هم موجودين في الصلاة الرياضية لازم بيلعبوا طبعا دور رئيسي عندي في تأمين الصلاة الرياضية اللي عندي لازم نتأكد من تأسلامة المعدات والأجهزة الرياضية وأجهزة البخار اللي بيستخدمها المستخدمين علشان ما تشكلش خطورة على أحد من المستخدمين اللي يستخدموا المعدات أو أجهزة البخار تسبب لهم أذى أو ضرر كمان لازم أتأكد المرأبة المستمرة للحالة الصحية للنزلاء أو المستخدمين عندي في الصلاة الرياضية علشان ما يكونش نزيل تعبان ويستخدم آلة رياضية أو معدة رياضية تسبب له لقدر الله في أي ضرار أو تسبب له في أي أذى أو لقدر الله تسبب له الوفاء فلازم طبعا أن أنا أراقب الحالة الصحية للمتراضدين عندي أنا كده النهاردة اتكلمت على تأمين الفندق والمناطق العامة اتكلمت على الإجراءات التي يأتخذها مدير الأمن ومساعدين في تأمين الفندق والمناطق العامة اتكلمت عن تأمين غرف النزلاء تأمين المطاعم والمالها الليلي تأمين المحل والأسواق الداخلية تأمين مناطق حمامات السباحة واتكلمت عن تأمين الملاعب والصالات الرياضية واللزباء في الحلقة القادمة إن شاء الله هنكمل تأمين المناطق الأخرى في الفندق وهنتكلم عن موضوعات جديدة في مادة القواعد الأمنية لصف الثالث الثانوي الفندقي مع أطيب تمنياتي لكل الطلبة والطلبات بالنجاح والتوفيق وإلى اللقاء في الحلقة القادمة